الإنسان شريف في القيادة القائد هو الأمام الحسين عليه الصلاة والسلام في عملية القيادة الإنسان إلى درجة شريف أن القائد يضحي بأشرف الأشياء من أجله إلى هذه الدرجة فالإنسان في القيادة ليس كل شيء الإنسان في القيادة أشرف كل الأشياء الإنسان بما هو إنسان لا الإنسان بما هو مؤمن أو بما هو متقي أو بما هو ملتزم أو بما هو شريف لا الإنسان بما فات كانت تامة هذه المفارقة الغريبة حقيقة المفارقة الغريبة شوفوا شكرا فرق الإنسان في القيادة النظامية حثالة الإنسان حتى الإنسان المنضبط حثالة لأن تصرف عليها في كل مثلا على مرور الشهور الأموال التي تنطي كراتب كأي شيء أو تطي يصرف أخيرا وين تصير هاي الراتب فإذا واحد ينتج وأنا أجيب آلة تنتج نفس هذا العملية التي ينتجها الإنسان فإذن أين صنع الإنسان في الحياة لا قيمة لصنع الإنسان في الحياة وكل القيم في المجال القيادة الدينية يرتبط بصنع الإنسان فلذات هذا الهدر الهائل الذي تؤدي إليه القيادة الدينية الهدر الهائل في كل شيء حتى بمهجة الحسين عليه الصلاة والسلام بذل البذل هو العطاء الرخيص يعني الحسين أعطاه رخيصا البذل الفرق بين البذل هذا مسلم في اللغة العربية الشيء اللي الإنسان ينطيه بشكل رخيص يعني ما يهتم بيه لا يعيره قيمة هذا يسمو بذل أثمن الأشياء على الإطلاق تمنح رخيصا من أجل تحقق هداية الإنسان يعني تكون شخصيته في الحياة هداية يعني تكون شخصيته ترجمة نانسي قنقر